تجمع مصر وفرنسا علاقات اقصادية متينة ومتنامية تمثل قوة دفع كبيرة لعلاقة سياسية راصخة بين البلدين هذا وشهدت العلاقات بين القاهرة وباريس تطوراً كبيراً خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقة اقتصادية متينة ومتنامية تجمع مصر وفرنسا وتمثل قوة دفع إضافية لعلاقة سياسية راصخة بين كل من القاهرة وباريس علاقات شهدت تطورا كبيرا على كافة المستويات خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجاءت تعاون الاتصادي بين البلدين ليتوج تنسيقا وتفاهما كبيرين على المستوى السياسي تشير الأرقام إلى أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية حيث بلغت قيمة استثمارات باريس في مصر أربعة مليارات يورو موزعة على قطاعات متعددة وهناك نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مصر توفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر تعزز خلال الأوينة الأخيرة في مشروعات البنية التحتية والتصنيع والمجال الزراعي والقطاع الدوائي والسياحة ويعد قطاع النقل أحد جوانب التعاون الكبير على المستوى الاقتصادي بين مصر وفرنسا وقد وقعت الحكومتان المصرية والفرنسية على اتفاق تمويل لتوريد خمسة وخمسين قطارا جديدا للخط الأول لمتر أنفاق القاهرة ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى مليار واربعة وعشرين مليون دولار خلال النصف الأول من عام الفين وواحد وعشرين ارتفاعا من مليار وستة عشر مليون دولار خلال نفس الفترة من عام الفين وعشرين بنسبة ارتفاع قدرها ستة وسبعة من عشر بالمئة كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية الذراع الفاعلة لتوطيل التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا حيث أثبتت الوكالة أنها شريق هام وعنصر أساسي في توطيل العلاقات بين البلدين وتقوم الوكالة باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام لتحقيق الأهداف طويلة الأجل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تسعى كل من القاهرة وباريس لتنميتها وزيادتها بما يتناسب ومستوى العلاقات السياسية بين بلدين صديقين وحليفين